إذا نريد أن ندعم الحركات اليوم اليوم البومبا يجب أن نقوم بها 65 مليار الدهم وهي 6500 مليار تسلط تخيلوا ما من غرازها جمعاتي تخيلوا ما من طريق وما من المسكشة الجامعية المسكشة الجامعية يجب أن تكون لديكم في المنسبة لك يجب أن يكلف مليار الدهم ملياره قليلاً 65 مليار الدهم إذا نريد أن ندعم هذه الموادية المحركات ما هي المشكلة؟ سوف ندعم هذه الموادية المحركات ونشرحها اليوم وبعد ثمان وسأعطي التفاصيل لكم ونقوم بسافراء ونقوم بسافراء ونقوم بسافراء ونقوم بسافراء لا تخيلوا ما من الصعوبة اليوم وهذا الموضوع نحن نقاربه ونقشور أنت تسمع المجتمع اليوم كيف يناقش هذه القضايا سهل سوف تساعد المروحة في ٢٠٤١ ٦يتام ما هي ١٥٠٠ مريار سنتيمة من الشريطة من ٦ مارد كانت توقعوا ١٥ مريار درهم ما حالك أنت تدير الطرق ما حالك أنت تدير المستشفيات ما حالك أنت تدير البنية السكتية ما حالك أنت توفر فورة الشغل لدرنا هذه المناطق الصناعية التي لم يكن لديكم جمعة المناطق بما في هذه المنطقة الخنفرة ركس هذه الحالة اليوم والدهم ولكن الله أعلم أنت تأفين غي يقف وفيين غي يحبس والله أعلم ما من العام خاصنا لكي تأتي ٤١ عام أو ٣٠ عام ونطلقوهم في حال هذا ونقولوا سنقوم بعمل محروقات ٢٠٢٢٢ سنقوم بعمل بصفة برنامج جديدة وأنتم لا تشاهدون الآن على الصعيد الدولي دول تنهار دول تنهار اقتصادية لكن الحكومة ليس كبسة تتفرج عملنا مجموعة هذه الإجراءات وأنا سأتكره لكم إلى ٢٠٢٠ نبدأ لكم بالأسعار من المحروقات على الصعيد الدولي لكي نعرفوا عن ماذا نتكلمون أولاً بلدنا هي بلد التي تستورد المحروقات تستورد المازوط وتستورد الإسانس وتستورد الكيروزين لأننا نحن بلد غير منتيج للنظام لم يكن الجيوش لم يكن نتكلمون بغناية كل يوم ولكن الله غالب سأعطيكم الأسعار هذه الإجراءات في الصحة الدولية وسأعطيكم الأسعار ١٥ يوم الأولى من شهر يوديوز والأسعار ١٥ يوم الأخيرة من شهر من شهر الساعة لأنه قد تعرفوا الطريقة الإحتساب كيف تتحسب الساعة الساعة تتحسب بناءًا على ١٥ يوم الأخيرة من كل شهر بجمع و يتقسم ١٥ يوم وأطبق نهار واحد و ١٥ يوم الأولى من كل شهر يتحسب المعدل يتحسب ١٠١ و يدرى المعدل يتحسب السعر بعد المعدل يتحسب الدولار لأنه يشارك الضراء ويقسم وكل طن واحد من المزود يوجد 1190 لتر وكل طن من المزود يوجد 1190 لتر لكي نكون مواطن لأن الطن المزود لا يعطي 1000 لتر بحال الطن في كيلو لا يعطي 1100 لتر فهذا يجب احتساب هذه العملية وفي هذه المزودة التي تتعلمت في المزودة سيكون أحد من المزودة فهذا لا يوجد كثير من المزودة نعطيكم مثلاً للباح كان يعملاً 1150 كانت في 11400 كان يقل أن تنزل في هذه الشهرات لديك السعر للباح عشرات الثلام فاصلة للطورة عشرات الثلام عندما تقوم بعمل هذه العملية ويأتي تقريباً السعر السوق الدولي البحر 11 دولة تقريباً أشرفها سيلاس باع أو اثنين دولوا العملية إذا أدبتوا معي أخرى هذا السوق الدولي ستجيبه خلص عليه الفريد ستزيد عليه واحد لاتيك واحد لاتيليا والمرج السوردو والمرج هذا كل ما يبيعنا في القومة هذه هي التركيبة لأسعار المحروفات أنا الآن سنقول لكم السوق الدولي 10.89 إلى ما كانت 11 درهم حسب السعر الدولار إذا هبطت شوية الدولار سيضط وإذا أخرج سيضط بالنسبة لدينا نرى هذا الكنزين اللولة المتوسط في المسجد كان 1235 دولار والمتوسط الدولار كان 10.12 لأنه كان هبط وغالي وكي يطلع شوية بشوية لماذا نقوم بتمرين هذا؟ كي يدينوا على أولاً هذه المادة الأساسية التي تعملها في السوق الدولية قبل أن نستخدمه سوف يدخلوا وعندما يخرجوا الأسعار تزادوا معهم الضائم هذا الشهر الأولاً يوم هذا الشهر الأولاً يوم بشهر الأولاً يوم أعطيتهم مليار فاصيلة أعطيتهم 500.500.500 أعطيتهم مليار فاصيلة خمسة وعندما تعطيهم الحكومة ستعطي هذه السبعة 700 مليون درهم بمعنى الدعم المهنيين هو جوش فاصيلة جوش أكثر من هذا الشيء الضرائب الحكومة لا تحتموا الشيح أنها تتكلم على هذا الشيء بكل شفافية ولماذا شحل؟ يقدموه يقول أنهم لا يستطيعون على الجهة المشيح لأننا في نهاية المطاط نحن أن الأسعار تهبط لأن الأسعار سيكون روان سيكون طلب الداخلي سيكون مداخل الدولة سيكون الناس تشترك سيكون نوعية السنة سيكون الناس مرتاحين حيثهم وهذا هو وعدة لملي هذا وجدت الحكومات لكي تساعد الناس وما تنسوش تتابنوا معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي